أكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة من علاقات متجدرة شهدت خلالها مسيرتها الممتدة نموا وتطورا مستمرا على كافة الأصعدة لافتا سموه إلى الحرص المتبادل على تنمية هذه العلاقات والدفع قدما بكافة أوجه تعاون بين البلدين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة السيد فيصل بن حمد المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة السفير محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله حيث نوه سموه بالجهود التي بذلها سعادة السفير في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات والعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمه المقبلة كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوله سموه من حرص واهتمام مستمر على تطوير العلاقات الثنائية ودفع بها نحو أفاق أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر